اشتركوا في القناة وكانت آخرة النفرة الكبرى لوالي ولاية الخرطوم حول إصحاح البيئة والنظافة بولاية الخرطوم هناك أحياء وهناك لجان وخدمات وكثير جدا من الخدمات التي تقوم بها بعض اللجان وبعض المجموعات نحن اليوم داخل حي حلة حمد ببحري في حضرة لجان الخدمات والتغيير وأيضا معنا أحد لجان المقاومة الأستاذ الناصر أهلا ومرحباكم نقول لك صباح الخير وتحية الصحة والعافية وإصحاح البيئة صباح النور وتحية الصحة والعافية لكل الشعب السوداني ومرحباكم في حلة حمد يا قناة الخرطوم الدائما مشرفانا ومشرف كافة سكان ولاية الخرطوم حبابك أستاذ ناصر بداية الحديث عن إصحاح البيئة وعن النظافة ويمكن كثير من الحديث الدار في الفترة الأخيرة من بعد اللجان والمجموعات والأدوار الكبيرة التي تقوم بها في إصحاح البيئة نتحدث عن حلة حمد وعن لجان المقاومة والخدمات والتغيير بحلة حمد والأدوار والمشاريع التي قامت بها في إصحاح البيئة بالملاحظ من خلال التجربة حقيقة أن مشاريع المظافة دائماً بتواجه بإشكال أنه أنت بتنظف المحل وبتجي تلقى بعد يومين نفس المحل تحول وتراجع إلى كوشة فبالتالي أنه نفس المنطقة بتكون ما عملت حاجة فقامت اللي فكرت في مقترحات جديدة أنه تحويل مناطق الكوش إلى أشياء يمكن الاستفادة منها مثلاً مثل هذه المشاتل يعني كانت كوشة كاملة الآن إن شاءنا فيها خمسة مشاتل وحيحصل فيها بعض التعديلات في طريقة الإنشاء لكن حجزناها كخمسة مشاتل وبسعي أنه نعمل خمسين مشتل نزيل كافة الكوش نحول إلى مناطق جميلة تكون منظرة جميل يكون فيها محل بتاع زهور ومأشجار وكذا مشاتل وذلك بالتنسيق الكامل التام مع المحلية وهذه الطريقة هي الطريقة المسلة إنك أنت تتخلص أو في مشهات نظرنا فيها مثل هذه المناطق إنك تتخلص من شنو الكوش تجيب مكبات يعني إحنا في التنسيق مع المحلية الآن إنه نجيب مكبات داخل الحيط تجيب محلية بحري ترفع وزيد على ذلك وهو الأهم التوعية فالآن في إشكالات اللي هي مثلا زي محلية بحري عندها مشكلة في إنه عربات معظمة متوقفة إحنا لا نستطيع في هذه المرحلة إنه نضغط على المحلية لأنه إمكانيات الدولة المتوفرة حاليا في حاجات أولى أو بالأصحة المواطنة يعاني ويعاني ويعاني وبالتالي إنه المحلية شنطصين العربات دي لازم بمجهود ومساعدة من لجانة تغيير الخدمات اللي هو دولة تزعى فوق اللجنة حلة حمد وعدد لجانة أخرى إنها توفر للمحلية إمكانية صيانة هذه العربات عشان نقدر نخش في مرحلة نظافة أخرى لكن لازم التخلص من مناطق يعني حسن منطقة المغادر دي قلنا نحولها لمشاتك إذن نتوقع إنه يكون عندنا خمسين مشتل في هذه الحي أستاذ ناصر يعني في الفترة الأخيرة أو في الفترة الماضية من أسمع كثير من المبادرات داخل الأحياء في النظافة وإصحاح البيئة في مناطق معينة لكن من أرى إنه بعد فترة المناطق التي تم تنظيفها يدعو التاني مجددا لمكبل للنفايات فشنو من الخطط أو شنو من الضوابط الواضع إنها أنتوا للمحافظة على هذه النظافة وإصحاح البيئة بصورة مستمرة ومحكمة إحنا أهم حاجة واضعين خطط لكن هذه الخطط دايش أنت تنفذ إحنا أول حاجة كان فيه مقترح أو حيبدأ تنفيذه يوم الجمعة القادمة بحصر سكاني لحلة حمد هذا الحصر السكاني سيسهل لنا من ضمن حاجات أخرى رعاية اجتماعية وأخرى منه نقدر نقدر كمية النفايات في كل حتة أو في كل شارع أو في كل منطقة عشان نقدر نتحكم فيها وبتين نقدر نحدد لها تجي نحو عشان ما تتحول الموضوع لمكب كبير إحنا عندنا مشروع المشاتل نحول المغابر الكوشة التي كانت هنا إلى مشاتل والحمد لله كل اللي بالنجاح عندنا عدة مشاريع تانية في عدة مناطق داخل الحي إن نحولها إلى أكشاك صغيرة إلى مناطق الحاجات الباردة لمناطق للأطفال يعني كل لكوشة إحنا هندعامل معها بصورة مفردة وذلك حيسهل لنا الموضوع ده لازم يكون في حصر سكاني الحصر السكاني دي عنده دور كبير في النظافة يعني دور من ضمن أدواره حيسهل لنا مواضيع عن النظافة يعني زي حيوة حديد لنا برضو مستقبل المركز البيع المخفض والمستوصف الصحي المركز الصحي عشان نقدر نحدد التوقعات للمستقبل لا يمكن إحنا في هذه المرحلة نتكل كل العباة على الدولة الدولة تمر بظروف حالية وربنا يعبرنا بسلام إلى المرحلة من المرحلة الانتغالية إلى المرحلة الديمقراطية أضف وهو الأهم التوعية لازم يكون في وعي وعي عند المواطن السوداني كافة بإحساسه بالنظافة النظافة دي سلوك حضاري أوسط عليه كوافة الأديان وكوافة يعني التغاليد والشعب السوداني بحمد الله هو الشعب النظيف بطبعه فنمازا لا نحافظ على النظافة داخل بيتنا بنفس الطريقة نحافظ على النظافة في الشارع وهذه دي وصية تعتبر رسالة لكافة الشعب السودان حافظ على النظافة في الشارع كما تحافظ على النظافة في داخل بيتك أستاذ ناصر يمكن دي يعني الرسائل اللي بتكون واضحة ودائما نحنا من نزعي أنه نوصلها أنه العمل هو عمل تشاركي ويمكن الشعب السوداني وحده يعني ما ممكن يقدر يعمل ويمر بتفاصيل بتعديد حبيئة شاملة ما لم يكون هناك تعاون مع المحلية والمحلية تعاون مع المواطنين ويعني تتكاتف الجهود ونخرج بيئة يمكن تكون جميلة ونحن منزع بيها دائما رسالة أخيرة وكافسولة أخيرة لكل سادة المشاهدين أو لكل المواطنين بصورة خاصة السودان وطنة يوانا وطن لا تستطيع الدولة أن تنهب به لوحدها في هذه المرحلة نكون ناس واقعين نحافظ عليه نقدم خدماتنا لنفسنا لجانا التغيير والخدمات تكسب ثقة والمغاومة تكسب ثقة القاعدة الجماهيرية التي تقوم عليها حتى تستطيع أن تقدم مشاريع تخدم بها ناس الحي إذا لم تكسب ثقة قاعدتك لا تستطيع تقدم لأن القاعدة هذه التي تعمل لك هي التي تأسس يعني نحن هنا بمشاركات ذاتية بحمد الله أن شاء عدة مشاريع ممكن تقوم مريته على جزء أو ستمر على جزء ولكن في النهاية يجب أن تكسب القاعدة حق المواطنين حقنا الحي لنقطة أساسية الدولة لا تستطيع أن تقدم كافة الخدمات في هذا الوقت لأنها حقيقة تمر بمرحلة صعبة وظروف اقتصادية ضغطة على الجميع لذي يجب أن نخفف العبع على الدولة لكي نخفف العبع على المواطنين كاليجان تغيير وخدمات شكرا جزيلا لك نحن سعدنا بك وإن شاء الله نلتغي بك في مساحات أرحب وأوسع شكرا شكرا أستاذ محمد زاهر وشكرا قناة الخرطوم دائما لكم الشكر ودائما سباقين إلى تقديم عكس الصورة الجميلة لولاية الخرطوم شكرا جزيلا شكرا لك مشاهدين الكرام في كل مكان اكتملت هذه المساحة واكتمل هذا المشوار إلى جديد الملتقى في أمان الله شكرا لكم